نكمل بقى حلقتنا وقبل ما نقول نروح لأخبارنا العربية والعالمية عندي مجموعة من التصرحات والأخبار في الكرة المصرية من البرتغاري بيتوريا بيريرا رئيس لجنة الحكام اللي عقض مؤتمر صحفي النهاردة وقال فيه الكلام اللي جيد قال أنا هنا منذ ثلاث شهور وهناك معايير للتعيين موضوع مسبقا يعني واحتراما لذلك واحتراما لزملائي في لجنة الحكام أتابع فقط تعينات الحكام نخلي بلا من الكلام يا جماعة بعد إذنكم لكن من الموسم المقبل سيتغير الأمر لا يوجد أحد يغير قواعد في وسط الموسم وقال كمان من غير المنطقي ألا أتابع المباريات وأنا مسؤول عن التحكيم هناك مواجهات أتابعها ومساعدون يشاهدون لقاءات أخرى كما أني أذهب لحضور مباريات في القسم الثاني وقال كمان لدينا مشاكل في تقنية الفيديو لأنها جديدة على هنا في مصر يعني وبدأت منذ ثلاث سنوات فقط في هولندا بدأت تقنية الفيديو من ثمان سنوات وفي البرتغال من سبع سنوات وأكد بريرا أنه هيكون في تطبيق نظام جديد في الموسم المقبل لتقييم التحكيم يعني والحكام حيث يضع مراقب الحكام تقريره على السيستم الخاص باللجنة متضمن الأخطاء التي وقع فيها الحكام ورحى بريرا باستقبال اعتراضات الأندية على الحكام مشيرا إلى أن لجنة الحكام تضع الحكم المناسب في كل مباراة حسب ظروفها برضو الكلام نخبأنا من الكلام والحكم المميز يدير اللقاءات أكثر يعني في الآخر يا جماعة بريرا بيقول لنا أنا ما ليش دعوة باللي بيحصل السنة دي وبقول كلموني السنة اللي جاية وده كلام غير منطقي غير منطقة بالمرة ومال حضرتك بتقبض مرتبك بالدولار كورل شهر ليه؟ ما كنت تيجي من أول نموسم الجاي هو شيء غريب أصداً الكلام اللي تقال في المؤتمر الصحفي ده هو الغريب أن أنت بتقيم بس وما لكش تدخل لا في اختيار حكام ولا بتقول الأخطاء التحكمية ولا بتعليجها طيب أنت موجود السنة دي بيه؟ أنا آسف يعني مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لجنة الحكام ومع احترامي لاتحاد الكورة بالكامل بس لما رئيس لجنة الحكام يطلع يقول لنا أن أنا مش مسؤول عن اللي فات دوت وأن أنا ما بتدخلش في اختيار الحكام وما بتدخلش في... دي كارثة الراجل بيقول لكم حاسبوني بقى على الموسم اللي جاي يعني أنا أنا بأبض الثلاث شهور اللي فاتوا دولار اللي أنا أععدهم وبأبض الشهور اللي أنا هععدهم كمان دولار بس أنا مش بتحاسب على الموسم ده أنتوا تحاسبوني على الموسم اللي جاي دي كارسة ها جماعة دي كارسة كبيرة جدا ان رئيس لجنة الحكام المسؤول عن الحكام يقول انا مانيش دعوة بالحكام طب مين المسؤول انا لو نادي باشتكي دلوقتي او حبيت اشتكي اشتكي المين اشتكي للمساعدين المصريين بتوقك امان انت جاي اجنبي ليه لما انا جاي برئيس لجنة حكام اجنبي برتغالي الجنسية بيقبط بالدولار بقاله فترة في مصر مش قليلة بعد ما الموسم بدأ بشهرة او بشهرين تقريبا ولكن بيقول لك انا مانيش دعوة انتوا تحزمون على الموسم اللي جاي شيء غريب على عكس الكلام اللي بيقولوا بليرا بقى احنا لسه مع الحكام قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا اختيار الحكم المصري محمد معروف حكم الرابعا في نصف انهاء كأس العالم للشباب بالارجنتين بين كوريا الجنوبية وايطاليا والمقرر اقامتها اليوم النهاردة يعني يأتي اختيار معروف ضمن طاقم حكام هادي المباراة تتويجا له بعد مستوى المميز في البطولة بصوا بقى هنا الخبر ده ده حكم مصري مجتهد وصل لان هو هيحكم نص نهائي بطولة كأس العالم اهو الشباب طب ما فيه حكام مصريين كويسين يا فاندم فيه حكام اهو كويسين والحكام دولا مش بنشوفهم في كل المتشاط خلي بالك ما دي كارثة تانية ما احنا بنشوف حكام مميزين بس ما بيضيبقاش في المتشاط معينة مش موجودين لكن فيه اسماء معينة بتعمل كوارث بتجيبها وتحطها في المتشاط معينة خلي بالك احنا شفنا كوارث تحكمية في الدور المصري الموسم ده ما حصلتش بتاريخ المواسم اللي فاتت واللي قبلها انت اطول مباراة في تاريخ بطولة كاس مصر عندك كوارث اللي انسحابات اللي حصلت في اللي فاتت دي وبقينا نشوف حكام بشخصيات مختلفة في الدور المصري فاتمنى ان بريرا يبدأ يراجع نفسه ويقول لنا ان لا احنا بنحاول نعالج او يقول لنا مسلا ان انا بعمل تقييم للحكام في اعادة تقييم هتحصل يقول اي حاجة بس ما يسيبش الموضوع ان انا مش مسؤول وانا مسؤول من الموسم الجاي دي كارثة جديدة اشتركوا في القناة